خلال أسبوع واحد قتل ستة إسرائيليين في عمليتين تبناهما تنظيم داعش أمر غير مسبوق في إسرائيل حدى بالحكومة الإسرائيلية للإعلان عن خطوات غير مسبوقة كمراقبة شبكات التواصل وتعزيز قوات الأمن وتغيير سياسة حمل الجنود للسلاح وتعزيز العمل الاستخباراتي والقيام باعتقالات إدارية من دون توجيه تهم إضافة إلى عمليات اعتقال واسعة في صفوف فلسطيني ثمانية وأربعين اتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية ليس فقط في أرشليم القدس وإنما في كافة نحاء البلاد وذلك بسبب العمليات التخربية التي وقعت في بير السابع وفي الخديرة من إن كان يتحمل الأسلحة وتواجد مكثف لحرس الحدود في العديد من الدول من المدن المختلطة في إسرائيل وما يزيد قلق الحكومة الإسرائيلية أن هذه الهجمات تأتي قبل حلول شهر رمضان حيث تخشى الحكومة من تدهور الأوضاع الأمنية في الشهر الفضيل وكانت قد اتخذت سلسلة من الخطوات التسهيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين تجنبا لهذا التصعيد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري سيحل شهر رمضان المبارك إن هذه الحكومة تعمل الكثير في سبيل تحسين معيشة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وغزة اليوم وافقنا على دخول 20 ألف عامل من غزة للعمل في إسرائيل وسنستثمر مبلغا يقارب 40 مليون شيكل في تحسين وتطوير المعابر وقد تم الكشف عن زيارة سرية قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قبل أيام إلى الأردن للتنسيق مع المسؤولين هناك في محاولة لتجنب تدهور الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس عن تأجيل رحلته إلى الهند بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد إذن تسهيلات من جهة وتعزيزات أمنية من جهة أخرى خطوات أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية بعد العمليتين التي تبناهما داعش والمخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان نضر كنياني سكينيوز عربية القدس